اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فاتت سنين من عمرنا واحنا بنسمع موسيقته بس موسيقته كان بيسمع كلام الناس وبيسمع كلام بيفكره دايما بجمهوره اللي كان بيتمنى انه يسمع صوته كمان مع اغاني لمست احسيسه اغاني وموزكته كل الجمهور اللي لقى فيه الحنان اللي ساب له علامة في الحياة من الحان وموسيقى صنعت متروبين اصبحوا دلوقتي من نجوم الصف الاول اضافوا لي واضافوا ليهم مخبطة وإيه العلامة اللي حيسبهنه بعد ما يمشي تستحق انه يغني مزكته بنفسه عشان توصل باكتر بالصدق لجومهوره عمر مصطفى اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك السلامة ونوارت الدنيا كلها في دبي نورك والف مبروك على الجايزة والله مقدمة والف مبروك على الالبوم امت بيك اكتر من كده بكتير مرسي ربنا خليك اهلا بيك النهاردة بقى حتقول لنا يا على العلامة اللي انت ناوي تسيبها لنا مش في دبي بس بقى في الموسيقى كلها يا عمر اهلا برحب بكل المشاهدين بتبقى ميزي بلاس وبرحب بكم طبعا انا اكون معاكم النهاردة دي حاجة تساعدني ومفيش هوا الاغاني اللي انا عملتها فعلامة في حياتك هم مجموعة تسع اغانية انا حاسسهم تجارب شخصية اللي انا شخصية فبس هو ده الابومي يعني التسع اغاني عمر مصطفى عمر مصطفى اوه يعني كل اغنية بتحكي حكاية في حياته اه طبعا عشان كده عمر مصطفى ولا لحن التسعة ولا عشان سبب تاني لا عشان سبب ان انا كان الابوم لازم ينزل بسرعة وليزم ان انا اعمل الابوم ينزل في السوق لان الابوم التاني كان اختفى من السوق بسبب المشاكل اللي كانت حصلة الفترة اللي قبل كده وخلصت الابوم في خلال شهرين وكانت اللي انا حاسس بيها بنافذها على طول ما برجعش فيها يعني على طول بنافذ الأغنية الأغنية عجبتني بروح منفذها ودخل فيها على طول خلص كله عملت في أوروبا عملت اغنيتين في اسبانيا وعملت اغنيتين في تركيا وعملت الباقي في لندن وبدابست من العصفورة. بس عمر مزكتك على قد ما هي بتوصل اللحن الشرقي قوي لأوروبا. واخد الشكل الغربي. بس أنا من ساعة ما شفت البوستر وشفت الألبوم حسس عمر مصري قوي. ما هو ده اللي أنا كنت عايزة أقوله. لا مش مصري هو مصري عربي. يعني عملت انترفيو قبل كده في الـ MTV في بودابيست وعملت في أسبانيا فكان الأسئلة دايما اللي بتقول انتو مزكتكو كعرب وكينتو كعرب وانتو كعرب. انت حاول ان انا اعمل اولي الناس العرب شكلهم عامل ازاي. هم بيعرفوا يلبسوا. بيعرفوا يعملوا استايلوا. دي الأهرامات ودي الموسيقى العربية بس جوه المضمون في مزكة رمبي وفي روك وفي لاتن وفي كل أنواع الموسيقى اللي موجودة. ومن خلال الألبوم لاحظنا أنه يعني ملاحن كل الأغاني. أنا ملاحن أساسا. لا أعرف بس يعني أكيد ملاحن. أكيد مش هلجأ يعني لحد أقوله لحن لي. لا. أوكي بس يعني معقول ما في الملاحنين بيعجبوك مسلا ممكن تقدم لهم أغنية. بص يوم كل الملاحنين كويسين. أنا يعني بحب كتير أو كل واحد لي حاجة حلوة وكل واحد لي حتة بتميزه وحتة بيتميز بيها بس عشان أنا أعمل كاركتر بنفسي أعتقد أن أنا أكتر واحد حب أعرف أنا عايز إيه. فقدم أنا عارف عايز إيه. هعرف أعمله بسرعة لأن أنا كنت قلتلي كدن الوقت بتاعي ما كانش هيسمح أن أنا أقعد فترة كبيرة أن أنا أشتغل في الألبوم عشان ينزل بسرعة. فكان لازم أن أنا أنجز أنا بنفسي. مش هستنى حد يقعد يعني أنا أما مثلاً عمر دياب أو سميرة أو أي حد من المطربين بيطلبوا مني أغاني بقعد بالشهر أفكر. بس أنا عارف أنا عايز إيه فمش هفكر كتير فمش هروح لحد يفكر لي قعد شهر مستنيئة أو طيب لو بنقول مثلاً بتحب تتعامل مع ملاحن كل الملاحنين ما عندك حدا معين مثلاً أي حد هيخرج لي حاجة صدقة حخدها طبعاً بس أنت مين تتأثر بيه؟ أنت مين تتأثر؟ أو مش بتتأثر بتحب شغله أو بتحسه قريب لقلك ملاحن باكا سريد بويس طحفة بحبه جداً وبحب دافيد بسبال الملاحن اللي بيلحن له بحب ملاحنين كتير مصري؟ عرب؟ العرب بصراحة أنا بسمع عليهم كلهم كله يحددي حاجة حلوة بس تمام طيب شكل الألبوم بقى؟ مين اللي اختار الشكل؟ الحلو قوي ده؟ أنا بس شفت شكل الألبوم ما أنا قلت لك الفكرة؟ يعني أنت دايماً بتلاقي الأجانب بيروحوا يشتروا الكارت العلي الأهرامات بس بثلاتة دولار اه فأنا حبيت عملهم الكارت مع الألبوم لأ أنت كده وديت لحلطة تانية خالص عايز أعرفها بقى؟ يعني أنت عامل الألبوم دليل أجانب بس؟ لأ بص أنا عامل الألبوم بكل الناس بس أنا بترجط فئة معينة وبترجط في الألبوم اللي فات فئة والألبوم التالت أكيد هترجط فئة تانية فكل شوية أنت بتكتسف جمهور أكتر بتاخد نوع معين من الناس اللي بيسمع بيحب يسمع متل وروك وكلام ده هيلائز علانه عليك اللي بيحب يسمع شرق حالية علامة في حياتك اللي بيحب يسمع كل حاجة بس فكرة البوستر أنا كلمت خالت فضة خالت فضة هو المصور وقلتنا أنا عايز الصور عند الأهرامات النظم العربية راح صورني في الأهرامات ومشي حلوة الفكرة كتير حلوة السكارف بقى واللي في إيدك دي اه وايه بقى خلاص؟ لا دي بتتلبس دايما الأسبان بيلبسوها عشان اللي بيلعبوا جيتار دايما بيبقى العصب بتاعتهم بتتعب فده بتشد العصب شوية عشان ما يعني دايما بيلبسوها اللي بيلعبوا جيتار طب ما تثبت لنا الموضوع دي تلوقتي سمع أنا حايلة واقع أول ما قول يا حبيبي وآخر ما قول يا حبيبي كلمة بكل الكلام خايف عليك دي الحقية إن بوقتها لو دقيات وحشني وأسأل عليك يا غات ... كتير حلوة طب أنا حاب نحكي شوي على النقلة النقلة الكبيرة اللي عملتها من التلحين للغناء بصي هو النقلة كانت حتيجة حتيجة يعني كانت جاية جاية لأن أنا قبل ما لحن وما أريد أغني بس أنا دايما أحب أعني كل حاجة بأكون بفكر فيها كويس ودرسها قبل ما أخشها يعني كانت من زمان موجودة عندها؟ كانت موجودة آه بس دي خدت الخبرة بعد ما اشتغلت مع عمر دياب وشمامي وساميرة وكل المطربين الكبار اللي أنا اشتغلت معهم سواء في مصر أو في أوروبا اشتغلت مع راكيل كامين اشتغلت مع قرشي بلوم اشتغلت مع حياة بشارة اشتغلت مع ناس كتيرة جدا سواء في مصر سواء في أوروبا استفدت منهم كتير وبتديت أن أنا أفكر أعمل آلبوم إمتى السن اللي ممكن أطلع فيه فعلا أنا أبقى أرتست بجد اكتمل فكري الموسيقي كامل وبتديت أن أنا أقدم نفسي كأول آلبوم أيامي وبعد كده هوات أيامي دي كنت أقصد بها الأيام اللي أنا لحنت فيها الأغاني بتاعتي علامة في حياتك هي مسج برضو بعض الناس اللي دايقتني الفترة اللي فاتت دي فقلت له من أنا سبتلكوا علامة حلوة في حياتك وبس انت سبتلكوا علامة وحشة في حياتك أكيد طبس أنا هيك بسير بسأل بقول أنه كملحن بتاعتي ألحانك لفنانين موضوع مختلف جدا كونك أنت بتغني وبتلحن لحالك أولا موضوع الغنى دوت موضوع ده أزلي يعني عبد الحليم عبد الوهاب غنى أستاذ عبد الوهاب سعد عبد الوهاب غنى محمد فوزي محمد فوزي مولير مراد مولير مراد طبعا فكل الناس دي غنى المشكلة أنه إحنا بس إحنا كنا في عصر العصر اللي إحنا فيه دلوقتي دوت غريب كل حاجة بياخدها بشألوب يعني اللحن دايما بيطلع تيمة موسيقية وبعد كده بيكتب عليه كلام لا إحنا بنلحن الكلام ده بشألوب الملحن إزاي غنى؟ طب معامر دي بلحن يعني معامر دي بيلحن أقوله إنت إزاي تلحن؟ أنت مطرب بس؟ لا طبعا حاسس جملة طلعت معاه وقالها طب خلينا ناخد اتصال ألو 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 ماتن خير؟ مش سامح ألو ألو ماتن خير؟ مستمعين ألو ألو طيب نكمل كلامنا إي بس أنا ما أزديك أنا أزدي أنا مثلا هلأ أي فنان بحب يتعام عمر مصطفى ما في حدا ما بيعرفه ما في حدا ما بحب يأخذ من عنده لحد صح ولا لا؟ فا كونك أنت صار تتغنى أكيد بالنسبة لكثير فنانين هي يعني بدل ما اللحن يروح لفنانه وعم بيجي بيضل عندك لا من يلال كده طب ما أنا كنت عامل أيامي وكنت عامل أحلى حاجة فيكي وكنت عامل اللي لادي ونقوليه لعمر دياب في نفس السنة اللي أنا نزلت فيه والسنادي أنا عامل لعمر دياب أربع أغاني في الألبوم الجديد وشغال لنوال الزوبي وشغال للناس كتير جدا يعني بدلعيك هي ما بتأثر خالص بالعكس أصل كل أغنية بتروح لصحابها يعني لا ينفع عمر دياب يغني حبيب حياتي ولا ينفع مصطفى أمر يغني العالم الله كل واحد ليه شخصيته كل واحد ليه أغنيته وأعتقد أن أنت عملت شخصية للناس دي هتقدر تعمل شخصية لنفسك أنا حابب أسألك سؤال فتر لا أنا مش عايز مش عايزك تقول لي أنا عايز بجد أشكر ريتشارد وأشكر تامر بيتقاش لأنه هم فعلا من الناس اللي اجتهدوا جدا معي والناس اللي وقفت جمي في دبي جدا شركة إيم معاي بصراحة شركة من الشركات العظيمة الشركات اللي هي فعلا بتقف ورا الأرتست وده تشوفنا في مطربين كتير شوفنا في أنا أكتر واحد بيحبك في عمر دياب في الميزيك أورد وشوفنا في حبيبي يانور العين ويوم ورا يوم سميرة سعيد شركة فعلا بتعرف توافق للفنان كويس بتعرف تسوقوا تسويق جيد بتقدموا عالميا فعلا شركة عالميا وأنا كمان والله العظيم من ميزيك بلاس أنا بحيي كل كل شركة إيم آي وأنا لسه مسألت السؤالي على فكرة دي جايزة عالمية وفي جوايزة تانية بس هل عمر مصطفى أصلا محتاج جايزة عالمية بعد كل اللي أخدوا بلحانوا بس قبل ما تجاوب حنطلع كليب ونرجع عشان تجاوب للسؤال ده يلا أهلا بيكم مرة تانية أول ما أقول هتقول لنا يبقى على السؤال اللي كنا مستنين من جابتك منه أقول السؤال تاني السؤال تاني أقول لكم اللي أقول خالص من أيام ألف مبروك على الجايزة ولا بس لا لا أقول السؤال اللي أخير عمر مصطفى محتاجها بعد كل اللي عملوا العمر دياب وساميرا سعيد وشيرين ويوين 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 طبعا دي ليه أحساس تاني دي أحساس الغنى مش أحساس التلحين يعني أحساس التلحين ده بيبقى دي فرحته وأحساس الغنى لي فرحته لا فعنده هو يروح يشتري آلبي ويبقى أرقامه كده ده إنجاز رهيب مأم مقذلناش المؤلفين في الالبوم المؤلفين ثامر حسين وعزدين وخالد تاج الدين وخالد طبعا عمل معي رأي يوم وماله وليلنهار أ second و حاجات كثيرة جدا ، وعمل في الالبوم الاولان اللي أمستك وعمل أجاني كثيرة وتامر حسين نفس الحكايه تم المشعر الجامدين ils طال lesson هو عزد دين طبعا الألبوم عمل يعني فيه حاجات كتيرة جداً طبعاً مش عايزة أنزة طبعاً شكر خاص للأستاذ محسن جابر طبعاً كنا عايزين نتكلم عليه أصلاً كنا عايزين نتكلم عليه طبعاً بشكره لأنه فعلاً هو ساعدني كتير جداً وساعدني كتير في أن إحنا ننجز الألبوم وأنه هو يطلع بالشكل دوت سواء للتوزيع برا مصر سواء الدعم لي على القناة بتاعته بجد بشكره ميزيك بلاس كمان بيتك كل أغنيك إحنا بنستنىها قبل أنت تعملها يا عمر طيب أنت فتحت صيرة أستاذ محسن جابر سوري صوري لا لا أتأكي كمان ودكتور عدل عمر طبعاً دول من الناس وعمر دياب التلاتة من الناس اللي وافت جانبي والناس اللي ساعدتني في حياتي في حاجات كتيرة جداً الناس اللي استفدت منها في حياتي الموسيقية الناس اللي دايماً كانوا بيقولوا لي ده صح وده غلط الناس اللي كانوا بيقولوا لي لأ أتعمل كذا ما تعملش كذا فدول طبعاً مين فيه المسألة الأعلى لعمر مصطفى؟ محسن جابر هو المسألة الأعلى في البيزنس ولا في كل حاجة؟ في حاجات كتيرة قوي الراجل ده خبرة الراجل ده تاريخ الراجل ده عاصر فنانين كتيرة شاف أخطاء سلبيات وإيجابيات مطربين كتير صح فعارف إيه صح وعارف اللي غرب عارف مين اللي ينجح ومين اللي لسه عايز وقت كتير عشان يوصل ومين اللي يحط عليه علامة عالم الفن؟ طبعاً لأن العلامة دي غالي قوي مش رخيصة يعني مش عادية عمرو مصطفى قديم مع عالم الفن مش النهارده ولا الآبوم ده بس وإن شاء الله يكون علامة كمان إن شاء الله إن شاء الله فنان عمرو أنا حاب بأسألك سمعنا مؤخراً أنه كان عندك أحياء حفلة بتونس بمناسبة العيد الوطني القوني وكان عندك رحلة ما بين تونس والمغرب ممكن تحكي لنا شوية عن أجواء الرحلة؟ هي رحلة دي كانت من الحاجات اللي أنا بجد اتفاجئت بالجمهور التونسي لأن الجمهور التونسي ما كنتش متخيل أنه هو مستقبل الأغاني بتاعتي بالمنظر ده لأ لقيت الناس حفظ الأغاني وأحبتهم جداً يعني أنا عملت أغنية لتونس بسبب سمعنا أنه لحنت أغنية لتونس أنا دائماً الفنز بيبعتولي على الإيميل بتاعي كتير قوي توانسة وفيه من دبي فنز كتير توانسة من دبي من دبي باجهلهم تحية طبعاً من خلال ميوزيك بلاس لكل الفنز في دبي لأنهم فعلاً برضو نشطين جداً ودائماً بيبعتولي ودائماً بيعرفوا إيه الجديد فتونس كانت رحلة موفقة والمغرب العربي كله كان موفق الحمد لله كنت في ستوديو دوزيان برضو في المغرب ومش قادر أقولك برضو بعد ما مشيت بقى بلاقي الفيد باك بعد كده بيجيلي على الإيميل لا ما شاء الله على جمهورك رح فرنسة بقى تعمل لانشيجي أمتاً إن شاء الله هنسفر هسفر من هنا عندي الأول كونسرت في مصر إن شاء الله يوم ٢٩ وبعد كده طالع على باريس على طول عشان الفرجن في باريس وبودابست إن شاء الله وبودابست رح هعمل إن شاء الله الكليب التاني واحد بس؟ لا هعمل اثنين أسماء بقى نحن عرفنا دي برضو خلي الأسماء مفاجأة خلي أسماء مفاجأة لأن هي فيه هيبقى فيه فضو